تدرك الجزائر وتدرك مصر كذلك أنها كون البلدان النامية دائما تعاني من هيمنة الغوء الكبرى وفرض شروطها وآلياتها ووسائلها في التحكم باقتصاديات ومجريات الحركة التجارية والحركة التنموية كذلك في بلدان العالم الثالث وكان دائما يطرح السؤال كيف للدول النامية أن تتجاوز التحديات التي تفرضها القوى الكبرى على اقتصادياتها وعلى حركتها التنموية يدرك البلدان أن تشاركية الدول النامية تشاركية عميقة في مجال اقتصادي وفي مجال اجتماعي يصل أو يرتقي إلى مستوى التكامل إلى مستوى التكامل المطلوب في مواجهتهم وفي مواجهة هذه التحديات طبعا ندرك تماما أن اقتصاديات العالم الثالث بشكل عام واختصاديات العالم العربي بشكل خاص منها اقتصاديات مفككة اقتصاديات لا تلتقي حول قواسم مشتركة لذا أن معظم اقتصاديات العالم العربي تعاني من التدخلات الخارجية وتعاني من قدرات القوى الكبرى في التحكم بهذه الآليات عندما نرى أن الحركة التنموية حيانا تكون متحثرة بسبب أن الاقتصاد القطري الاقتصاد القطري مهما كانت قدراته وإمكانياته ومهما كانت ثرواته يعد اقتصادا غير مكتمل